طبعا مشاركتي رح تكون عن كلمة أحب ألقيها لأمي إلى من علمتني كل شيء جميل أمي الغالية يا من أضاء نورها حياتي يا من فاهعت رها في دنيتي فملأها بعبيره الرائع مهما طبعت من قبلات على يديك ورأسك ومهما قلت لك من كلمات شكر وعرفان فلن أقدم لك مثل ما قدمته لي يا أمي يا أغلى مخلوق في حياتي أمي أهديك كل الحب الذي خلقه الله في هذه الدنيا وأهديك نفسي وحياتي إذا قصرت في حقك يوما فأرجو أن تسامحيني إذا كنت قد نجحت في حياتي فبفضل الله ثم بسبب وجودك فيها شكرا لك يا أمي لأنك لم تستسلمي أبدا ودائما ما كنت تدفعينني لأكون الأفضل فأني حقا لم أكن سأصبح ما أنا عليه الآن بدون توجيهك ودعمك شكرا لك لتربيتي لأكوني أنا ما شاء الله تبارك الله تعالي يا لولي لحظة لحظة ما شاء الله هالكلام الحلو الفيوت المرتب الجميل وشلون حفظتيه الحمد لله بتوفيق ربي وسبب حفظي القرآن إن شاء الله تبارك الله أنت حفظ القرآن؟ الحمد لله حفظ القرآن ومسجلة في مدرسة تحفيظ القرآن فالقرآن يساعد على الحفظ وقدرت أحفظ الكلمة هذه رسالة لنا كلنا أصدقائنا اللي موجودين معنا طبعا البنوتات وبرضا أصدقائنا اللي بتابعونا عبر شاشة مجد قرآن الكريم وإحنا الآن جايين على موسم خير وطاعة اللي هو موسم رمضان فنحفظ ونحاول مع أمنا أو أبونا أو نسجل في أحد دور التحفيظ أول شيء بغاكم تقولوا ما شاء الله تبارك الله والله يحفظك لأمك وأبوك لأنك أنت بنت مميزة وشاطرة وحكيتي اليوم يعني كلمة حلوة وكيوت وتدل على ثقافتك وما شاء الله تبارك الله يعني أنت مميزة من اليوم ما جيتي حتى إطلالتك وظهورك وكلامك البنات أنت بنت قيادية فنبري اسمع لها أقوصفقة يلا يعطيك العادية وشكرون لك شكرا لك قولي بالمائك أشكري أشكر أشخاص أول حاجة أحب أن أشكر أمي وأبوي وحب أن أشكر المجد على تقديمهم وأهلا أهلا وحب أن أشكر صديقاتي جنان ورند وتولين وريوف وغدير علي حضورهم ودعمهم لي وبس لا وبعد ما أنسى أختي إلينا حب أن أشكرها لأنها دائما تحمسني وتساعدني ويا نيا وحنا حب أن نشكرك والله شكرا لك يحبك العافية لولي نبيدي اسمع أقوصفقة لولي شكرا لك يا لول شكرا لك يا لول شكرا لك يا لول شكرا لك يا لول